اشهدت مجلة انتليجنت سي اي او المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات بخطوة جهاز المساحة والتسجيل العقاري في مملكة البحرين بالحصول على بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي واشارت المجلة الى ان الحصول على هذه التقنية المتقدمة هو قفزة كبيرة الى الامام في الوصول الى المدن الذكية في مملكة البحرين حرص من قبل مملكة البحرين على الاستثمار والاستمرار في توظيف التقنيات الحديثة في المملكة لشتى القطاعات وخصوصا القطاع العقاري حيث تمكن جهاز المساحة والتسجيل العقاري من التمييز بحسب مجلة انتليجنت سي اي او من خلال الاستفادة من بيانات سكاي سات الخاصة بشركة بلانت لابس لتعزيز مبادرة التخطيط الحضري في المملكة هذا النظام الذي يعمل عليه جهاز المساحة والتسجيل العقاري يقدم حلولا تقنية جاهزة ونهجا مطورا للادارة الحضرية الحديثة كما ويعزز القدرة على التتبع وادارة التغيرات الانشائية والبيئية في جميع انحاء مملكة البحرين بكفاءة وسرعة ودقة غير مسبوقة وهذا بدوره يغذي تطوير المدن الذكية في المملكة والممارسات الزراعية المستدامة والحماية البيئية الاستباقية كما ويقدم النظام صورا محدثة كل أسبوعين مما يسهل تتبع وتحليل التطورات والتغيرات في البنية التحتية والتغيرات البيئية مثل المساحات الخضراء الحضرية والانشطة على السواحل مما يوفر وقتا كبيرا من المراقبة خطة وطنية شاملة وضعت لتضمن الاستعداد الكامل لمتطلبات الاقتصاد الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الانتاجية والخدمية من خلال وضع الأنظمة اللازمة واستكمال البنى التحتية التقنية وتشجيع الاستثمارات النوعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه التقنيات لصالح الاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر